اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويسمح به في مناطق اخرى فعند الاناث من هذا النوع لا يتم التلوين الا عند بداية الذيل ونهاية الظهر وفي بداية الاجنحة وخطوط واضحة تمتد بعد نهاية العينين اما بالنسبة للذكر من هذا النوع من طيور الكناري المعروف بالمزابيك فيتوزع ريش المزابيك زيادة على الاناث في الرأس ليشكل تحناية مثل ما هو الحال عند طائر الحسون كما يتلون في الصدر لكن لماذا وكيف يحمل هذا اللون الاحمر في مناطق معينة فلنتابع مع بعض هذا الفيديو طبعا معروف في عالم الكناري او طيور الكناري اذا قمنا بتزوج الاجلوستر مع الاجلوستر طبيعي جدا سيكون الناتج اجلوستر وطبعا اذا قمنا بتزوج طائر الكناري الامفتل مع نفس النوع الامفتل فاكيد ايضا سوف يكون الناتج مفتل لكن بالنسبة لطائر المزابيك فهذا النوع يختلف جدا عن بقية الطيور مثل الامفتل والاجلوستر واليوريك شير والاجلوستر والكريست حتى اذا زوجنا بين مزابيك ومزابيك لن نحصل على مزابيك الا بمواصلة العمل يعني للحصول على ناتج جيد يلزم منا مراقبة دقيقة للطيور وتقديم صبغة في وقتها المحدد مع الفحص المستمر للطيور والمتابعة المستمرة واول شيء يجب علينا فعله هو ان نحرص على تزاوج ذكر مزابيك لانثى مزابيك للحفاظ على الجينات التي تقوم بتلوين الريش والكلام عن الفسفساء فقط في اللون الاحمر والاصفر لا نتكلم عنه في الابيض لانه غير ملون وطريقة انتاج فراخ المزابيك من الكناري لا تختلف عن انتاج الطيور الاخرى الا في الطعام فتقديم الطعام يكون بمعرفة وليس مثل الانواع الاخرى فاول شيء يجب تجنب تقديم الاصباغ والاطعمة التي تحتوي على مواد ملونة مثل الجزر وبذور اللفت وذلك قبل التزاوج بعشرين يوما وحتى ان بعض المربيين يتجنبون صفار البيض كذلك واي شيء يمد للون بصلة ونستمر الى ان تفقس الفراخ وتفطم وبعد ان يصل عمرها ستة اسابيع اي اثني واربعين يوما هنا يبدأ العمل بعد ان يصل عمر الفراخ اثني واربعين يوما نبدأ بتقديم كمية قليلة وبالتدريج حتى لا نرهق كبد الفراخ لانه سيفاجئها نبدأ باربع غرامات في الكيلوغرام من الطعام وبالتدريج حتى نصل الى عشر غرامات كاقصى حد ودائما المربي يتبع توزيع اللون بالفحص المستمر للطيور وبعد ان يصل عمر الفراخ بين اربعة وخمسة اشهر سنشاهد ان اللون بدأ يظهر بشكل جيد ومتوزع بطريقة سليمة ونستمر الى ان تصل الطيور مرحلة البلوغ عندها نوقف تقديم الصبغة لتبدأ الطيور دورة الانتاج مرة اخرى وبالنسبة للغيار غيار الريش دائما ما يتساءل الاخوة مربيين الكناري وخاصة الموزابيك عن طريق التقديم الصبغة فالصبغة تقدم يوميا للموزابيك في الغيار لكن يتم التوقف عنها وعن تقديمها للطيور في اخر اسبوعين من الغيار وبقي ان نشير ان الموزابيك هو النوع الوحيد للي ممكن ان نميز ذكره من انثاه من خلال النظرة الاولى فقط وهذه بعض مميزات الجنسيين الذكر والانثى وهذه بعض من صفات ذكر الموزابيك فالقوام والحجم يجب ان يكون حجمه كبير ووقفته مستقيمة وريشه مرتب والاجنحة ايضا مرتبة ونهاية ذيله على شكل رقم 7 بالعربية والقناع الملون الاحمر يجب ان يكون على كامل الوجه وحتى وسط الوجه الى موراء كل عين وان لا يتخلله اي لون اخر او ضياب وان لا يتصل مع اللون الاحمر في الصدر ويجب ان يكون اللون الاحمر على الكتف فقط وان لا يمتد الى الجناح كله وكل ما كان اللون مركز للجناح كل ما كان افضل في وسط الصدر فلون الاحمر وكل ما كانت المساحة الحمراء في الصدر اقل كل ما كان افضل وبين الصدر والرقبة اللون يكون ابيض وفي ريش الظهر والذيل كلما كان لون الاحمر في النهاية واطراف الريش كل ما كان هذا افضل واللون الاحمر الموجود على الظهر والوجه والكتف والصدر يجب أن يكون غامق جدا ومركز ويجب أن يكون لون الريش في باقي أنحاء الجسم أبيض كالثلج والوقفة تكون له مستقيمة والحجم كبير وليس صغير أما بالنسبة لصفات أنثطار الكناري من نوع موزبيك يجب أن يكون فوق العين فقط خط رفيع أو صغير من اللون الأحمر وكل ما كان واضح وأصغر يكون أفضل وأحسن ووجود اللون الأحمر على الكتف أقل بكثير من الذكر وعلى الظهر أيضا وباقي الجسم أو الريش يجب أن يكون أبيض سادة كالثلج وكل ما كان أبيض فاتح يكون أحسن أما عن الأخطاء والنوعيات الغير جيدة من هذا النوع ظهور وامتداد اللون الأحمر إلى وراء الرأس وهذا يعتبر خلل وليس نوعية جيدة وامتداد اللون الأحمر إلى الصدر ويعتبر هذا أيضا خطأ ونوعية غير جيدة ووجود فراغ تحت المنقار ووجود فراغ أيضا أي بدل اللون الأحمر هو اللون الأبيض وهذا أيضا خطأ وليس نوعية جيدة ووجود أيضا فراغ في قناع بين منقار ورأس الطائر وهذا أيضا خطأ وليس نوعية جيدة ووجود لون أسود أيضا على جسم المزابيك وهو أيضا خطأ وليس بنوعية جيدة وتحدثنا عن المزابيك الأحمر وما قيل عن الأحمر ينطدق أيضا على الأصفر مع اختلاف لون الصبغة المقدمة إليه وفي الأخير أتمنى أن أكون قد وفقت في هذه المعلومات ووصلتها ليكم بطريقة صحيحة ترجمة نانسي قنقر